في اليوم الدولي لمكافحة الفساد يعيش العراق على وقع تصاعد مستمر لوطيرة الفساد والسرقات للمال العام في البلاد عبر مختلف الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن ومام زاعم رئيس حكومة الإطار التنسيق محمد السوداني أمام المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت آيرو بأن حكومته باتت مفتاحا للحلول إلا دليل على إعادة تدوير ذات الحكومات المتهمة بالفساد وسرقة المال العام تصريح السوداني قبل بحالة تهكم وتندر في الشارع العراقي بسبب عجزه عن السيطرة على ملف الفساد المستشري في حكومته يأتي ذلك بعد أيام من توبيخ وزير الخارجي البريطاني ديفيد كاميرون للسوداني عبر اتصال هاتفي كسر فيها العرافة الدبلوماسية والبروتوكول أشدد فيع لأن العراق غير مهيئ للعب أي دور في المنطقة بسبب وجود الميليشيات وسلاحها المنفلت الذي هاجم الوجود العسكرية والدبلوماسية الأجنبية في العراق دراسات سابقة لمجموعة الأزمات الدولية أكدت في وقت سابق على أن الفشل السياسي هو السائد في العراق منذ احتلاله عام 2003 وأن البلاد تحولت منذ ذلك التاريخ إلى أنموذج للفساد السياسي في العالم مشيرة إلى أن التحديات التي يواجهها النظام الطائفي في العراق لا تزال قائمة ناشطون أكدوا من جانبهم أن حكومة السوداني تحاول الإيحاء إلى العالم بأنها تمسك بزمام الأمور في البلاد وسط تأكيد صحيفة فينانشل تايمز البريطانية على أن السوداني لا يستطيع سيطرة على الميليشيات المسلحة بسبب استحواذها على الشارع واتخاذها التهريب مورداً مالياً لها أدى لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة تقارير سرية رفعتها سفيرة أمريكية في بغداد ألينا رومانسكي إلى وزارة خارجية بلادية أكدت بوضوح على أن موجة للسياس شعبي العراقي تجاه الحكومات لم تتراجع وأن الفساد والصراع والتنافس بين القوى السياسية والأحزاب على مغانم الدولة تستعر مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات التي تعد باباً واسعاً من أبواب الفساد تتصارع عليه الكتل السياسية بأحزابها وميليشياتها